شهدت مديريات محافظة الشبوى هطولا لأمطار غزيرة تسببت في تدفق للسيول نتيجة المنخفض المداري الذي ضرب المحافظة ومحافظات أخرى مجاورة منطقة جلعى بمديرية رضوم شرقي المحافظة هي أحد المناطق المتضررة جراء تدفق السيول التي طمرت العديد من منازل المواطنين ما تسبب في موجة نزوح لعشرات الأسري إلى مناطق أخرى ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة للإضرار فقد تعرضت لإضرار كبيرة جراء صارت شابالا في منتصف العام 2015 ولم تتعافى منه حتى الآن حيث تعود الأسباب إلى الحواجز الترابية التي أقامتها شركة الغاز الطبيعي المسال لحمايتها ما أدى إلى تحويل مجرى السيول تسببت السيول بقطع العديد من الطرقات وتعطيل حركة المسافرين فيها حيث ينتظر السكان توجيهات السلطات المحلية بالمحافظة التي حثت الفرق الهندسية على سرعة إصلاح كافة الطرق وبصورة عاجلة أبو بكر حسين لك أنا تبالكيس شابوة ترجمة نانسي قنقر